السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي أخوات الأفاضل وياكم هيثم النصراوي اليوم وصلنا للمحاضرة رقم 17 في كيفية استخدام الوات بلوت لب للرسم بالبداية نجي نفتح البيثون اللي يشوفون واجهته بهذا الشكل نفتح ملف جديد وهنا نستدعي المكتب أمالكنا import matblotlib byblot as plt plt.show اليوم ومحاضرتنا رح نتطرق إلى السبب لوت شنو هو السبب لوت؟ نحن نفتح شكل معين هذا يمثلي الفقر اللي أنا داع أرسم بداخله قبل إحنا استخدمنا عاد subblot وضفنا به واحد 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 هذا الواحد واحد واحد شي يمثلي يمثلي هذا الشكل اللي بداخلي الفقر مالتي أنا أريد أضيف أكثر من subblot يعني أكثر من فقر يعني بداخل هذا الفقر مالتي الأسود أقدر أضيف أكثر من شكل على سبيل المثال هذا واحد اثنين ثلاثة وإلى آخرية خلينا نأخذ هسا مثال ورح نعرف شلون نستخدم subblot خلينا نروح للبيثون نجي هنا خلينا نسوي import المكتبة random وخليني همات أسوي import style from mat lot lib on board style أجهنا بالبداية شن سوي خلينا نستخدم لل style مالكنا نفس ال style اللي أخذنا بالمحاضرات السابقة 538 قلنا سابقا إذا أريد نشتغلوا يسبب lot أخذنا كمقدمة عننا figure يساوي plt dot figure أجه هنا أعرف فالدالة معينة أتولد لي ال x وال y شنو نسميها diff نسميها create lots x أخلي بيها قائمتين x y وأجه هنا أنا أقول for i and range 10 x تساوي i y تساوي random don't round range 10 وأدي أضيف هذه x وال y بالقوام الفارغة مالتي أقول xs dot append x ys dot append y وهذه الدالة ترجع لي القائمتين return xs ys نحن كمنا من تعريف هذه الدالة هاي الدالة سأحصل منعدها القيم x وقيم y lerini نحن نحن من الترفير now Yang ax ys figure dot نحن على زر المحاضرات السابقة وق 쳐� Gear underscore subbloat وقلنا إذا تذكرون 1 1 1 يعني إذا أصل نفسنا مثلا منlden Left و ثم تھ 1 رسم واحد. اوكي. هسا انا اجي هنا مثلا. خلينا اروح للبيثون. اقول اريد مثلا. اثنيا واحد واحد. شنو معناتها هذي. معناتها انه الفقر مالتي هذا. راح يحتوي على صفين. بعمود واحد. بهذا الصف الاول. شرح ترسم لي. قول. اكس واي. يساوي. كريايت. لوتس. اعني هذا مو يولد لقائمتين هذه الدالة. خلينا ننزل شوية. هذه الدالة مو تولد لقائمتين. اقول اكس فارزة واي. يعني الاكس راح تاخد الاكسيز. والواي راح تاخد الوايز. اوكي. وخليتهم بالاكس والواي. واجه هنا اقول اي اكس دوت بلوت اكس واي. يعني النتيجة مال هذا الشكل. راح تكون وين? راح تكون هنا فوق. والثاني شنو راح اقول. اي اكس وان يساوي. فقر دوت. اد. ساب بلوت. اثنين. واحد. اثنين. هاي الابعاد نفسها. والثنين هاي الهنانة. اتمثلي. الجزء السفلي. اللي هو وين? راح يكون هنا. يعني هذا الشكل مالتي. او هذا البرنامج مالتي. راح يولد لي رسم. بداخل فقر واحد. وهذا الفقر واحد. بيرسمين. واحد. جوه الاخر. ليش? لان احنا قلنا اثنين. اثنين يمثلي شنو يعني? عدد الصفوف. وبواحد. اللي يمثلي عدد الاعمدة. داخل هذا الفقر. الشكل الاول الفوق. راح يكون. اثنين واحد واحد. والجوه. اثنين واحد. اثنين. خلينا نكمل. اهنا عدد نقول. اكس واي. يساوي. كريايت. لوت. يعني اخذ من عدها قيم ال اكس وال والواي. واجي ارسمها. نقول. اكس وون. لوت. اكس. وي. وجوه. نخلي. لوت شو. احنا نحطيها. خلينا ننفذ. ازامبول 17. سيف. خلينا نشوف النتيجة. ومثل ما تلاحظون النتيجة هنا. انه قدرت شنو ايسوي. ارسم سب بلوت. او ارسم اكثر من رسم داخل الفقر. بحيث خليت الرسم الاول هنا فوق. والرسم الثاني هنا جوه. هذا كل عملية التنفيذ راح يكون الشكل مغاير. ليش? لان احنا استخدمنا دالة راندوم. حسا على سبيل المثال. اجيت هنا هنا. قلت لك اريد بهذا الشكل. ترسم لي هنا فقر. وهنا فقر. والجوه. اريد تاخذ لي هذا الفقر. يعني اريد ثلاثة. هنا ش راح نقول. راح نقول. الابعاد شنو راح اصير. هسا انت تذكرون بالسابق. هذا كانت عبارة عن صفين. يعني اثنيا بعمود واحد. واخلي بيها الرسومات. هنا شنو راح اصير. هنا راح اصير بهالشكل التالي. هنا راح اصير. اثنين اثنين واحد اثنين اثنين اثنين. يعني باعتبار راح يكون عدي شنوة. صفين. راح اصير سوف اسطغلهن. بعمودين. فهذا هنا راح يكون ضمن اثنين اثنيا واحد. وهنا راح يكون اثنين اثنين اثنين. الاثنين اثنين هاش يتمثل لأبعاد الفقر اللي هو وين اللي هو بالشكل الأسود والواحد والاثنين هذي الأماكن مالتهم يعني أنا هذا ضمن العمود الأول وهذا ضمن العمود الثاني تبقى هذا شور رح يكون هذا رح يكون اثنيا بواحد اثنيا شنو معناته يعني رح يكون ضمن شنو صفا بعمود واحد لأننا رح أستغل عمود واحد مو عموديا مثل هنانا وبالجزء الثاني اوكي خلينا ننفذ هذا بالبيثون وخلينا نشوف الشهر راح يكون اجي جوه هنانا اخذ هذي سولها كوبي انزل جوه اقول اثنين واحد اثنين اسميها اكس تو واغير هذي الى اثنين 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 واثنين اثنين واحد واحدات جوه باسم تيب غير بيالتي دوش هنان خلينا ننشيلها منا وخلينا ننفذ مثل ما تلاحظون هسه الشكل هنانا انه شنو قدرت ارسم ثلاث اشكال بداخل الفيجر مالتي هذا هناش الشكل الاول اللي مثل لي هذا الرسم 221 وهذا الشكل الثاني اللي مثل لي 2222 وهذا الشكل الثالث اللي مثل لي 212 انا بهذه الدالة اللي هي قادة سبب لوت قدرت ارسم هذا الرسم مالتي اقدر ارسم بدواء الاخرى اقدر استخدم طرق اخرى حتى ارسم السبب لوت اي نعم عدي هواي طرق وان شاء الله رح نتطرق لهن بهذه المحاضرة وبالمحاضرات الاخرى خلينا ناخد طريقة اخرى احنا اخذناها سابقا بس ما تعمقنا بها خلينا نروح لبيثون خلينا نمسح هذي نمسح هذي نمسح هذي اجي اقول ستة واحد ستة واحد هذا الحجم يعني رح يكون عندي ست صفوف بعمود واحد بعدين هنا تكون نقطة انطلاقة او بداية الرسم عند الصفر صفر وبعدين هنا احدد السبان اوكي يعني احدد مثلا اقول رو سبان يساوي اثنين هذا الرسم مالتي وكولوم سبان انا هذي ما احتاج اكتبها زايدة بس اذا عندك اكثر من عمود تقدر تخليها لان بما انه اصراح ارسم هنا واحد محددة من البداية واحد فهي واحد يعني تخليها ما تخليها ما لها تأثير يعني هسه هذي خلينا نروح للبينت ونعرف شلون رح يحصر هذي العالية خلينا نمسح ذني نجي هنا عدي هذا الفقر الخارجي بالاسود وهذا الفقر الداخلي اللي داع عرفه واجه هنا خلينا ناخذ لان خليه بالاحمر اوكي هيكون هذي واحد نين ثلاثة اربعة خمسة ستة انا شنو صار عدي صار عندي ستة هذا واحد نين ثلاثة اربعة خمسة ستة وعدي عمود واحد اللي هو هذا العمود شنو رو سباين خلينا ناخذ غير لون وناخذ هذا المربع انا نقطة الانطلاق امالتي من الصفر الصفر اللي هي تبدى مننا من البداية اوكي وراح ارسم يعني الرسم امالتي انا حسة اذا اريد ااخذ رو سباين يعني واحد بما انه انا قلت اثنين رو سبان يعني سياخذ اثنين لنفترض الرسم الوراء سياخذ سباين واحد يعني رو سباين واحد شنو رح يكون الرسم مالة يعني أنه الرسم الوراء أريد أخذ له ثلاثة روسبان شو رح يكون رح يكون بهذا الشكل هسا خلينا نروح للبيثون ونرسم هذا الشي خلينا أخذ بعض اثنين بالمناسبة تريد تكتبهم لني ثلاثتهم فوق وبعدين ترسم أو تريد تكتب وحدة وترسم وحدة وترسم بكيفة كثنين تنصح هذه ستكون ax1 وهذه ستكون ax2 هذه الانطلاقة مالتها 00 الثانية رح تكون انطلاقتها 20 وهذه انطلاقتها رح تكون 40 نجي هذا ستة واحد رح نخلي كل واحدة من عندهم تاخذ اثنين سبان يعني متساويات وهو الكل سبان هو واحد مثل ما قلنا من البداية وخلينا نرسم ونرسم الرسم شو رح يكون إذا لاحظت الشكل مالتنا هنا أنه قدرت أرسمهم واحد فوق شكل آخر أقدر مثلا شنو أساوي بعد هسا على سبيل المثال انه شكل الثاني أريد ياخذ شنو حجم أكبر يعني شلون إذا رحنا هنا أريد مثلا خلينا نحذف دني أريد عجي هنا أريد الفقر الأول ياخذ سبان واحد وأريد الفقر الثالث ياخذ سبان واحد وعدي الفقر الثاني ياخذ أربع سبان أريد أساويهن بهذه الطريقة شلون رح أساويهن خلينا نروح للبيثون أجي هنا هنا نقطة انطلاق الأول من صفر صفر الثاني رح تكون انطلاقته من واحد صفر والثالث رح تكون انطلاقته من خمسة صفر أجي هنا رح ياخذ رو سبان واحد هذا رح ياخذ أربع رو وهذا رح ياخذ رو واحد خلينا ننفذ ونرى ماذا سيحدث إذا لاحظنا هنا انه الرسم الأول قدرنا نخليه بواحد والرسم الثالث خليناه بواحد بينما الرسم الثالث أخذ شكل مالته أكبر حجم وهذا كل ما يخص محاضرتنا اليوم وإن شاء الله بالمحاضرات الجاية سنأخذ طرق أخرى وأتمنى أن هذه المحاضرة نارت وإن شاء الله نلتقى بمحاضرات أخرى مع السلامة